في العراق نتساءل حول تصريحات رئيس البرلمان العراقي الذي يدعو لنفير العام وسط استعدادات لإدم مواجهة الدولة لفتح النقاش حول هذا الموضوع معنا هنا في الستيديو السيد زيادة الشيخ للكاتب والباحث في شؤون العسكرية والاستراتيجية أهلا بك معنا سيد زياد ما المقصود بالدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب سليم لجبوري بدعوته العراقيين للنفير العام لمواجهة داعش ابتداء تحياتي لك ولمشاهدكم كمعام ورمضان كريم ومبارك على جميع المسلمين ما هذا التصريح إلا وهو جاء بعد تدهور الأمن الكبير الموجود داخل الساحة العراقية لم يكن هناك أي تغيير منذ حزيران 2014 إلى يومنا هذا إلا بصيص هنا أو هناك ما زالت هناك نينوى بيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش جنوب وجنوب غرب كاركوك بالكامل بيد تنظيم شمال صلاح الدين بيجي صلاح الدين بقى منها يمكن 30% أو 40% بيد التنظيم الأنبار بيد التنظيم يعني كل هذه الأمور الموجودة على الساحة لا تعطي تطمينات لدى الحكومة العراقية وخاصة البرلمان العراقي لذلك نجد أن اليوم السيد سليم الجبوري قد نطق وأجبر لأن الوضع الأمني هو الذي من يجبره على أن يتخذ هكذا خطوة ولكن السؤال هو النفير لمن؟ للعراقيين العراقيين من الآن؟ هم الشيعة والسنة والكرد وباقي القوميات والقوميات الأخرى والديانات طيب أين هم السنة؟ السنة هم موجودين في المخيمات من نازح ولاجئ ومهجر وما بين موجودين في الخارج وفي محافظة الشمالية في كردستان العراق الشيعة هم موجودين الآن جميعهم وأغلبهم في الحجد الشعبي وحتى عندما تم الحجد الشعبي بأول أيامه كان هناك الملايين لذلك لم يستوعب القوات الأمنية لم تستوعب هذه الكمية من العدد فلذلك قلصوها وقننوها بأعداد أقل لأن السيولة والتسليح والعدة غير كافية لتجهيز هؤلاء الموجودين نعم في إطار هذه الرؤية لافت بالموضوع سيد زياد أيضا بتصريحات الجبوري بأنه أكد أن واشنطن أبددت استعدادها لفتح قاعدة عسكرية لم يحدد مكانها الجبوري لتدريب المتطوعين هل ستتم عملية التدريب هذه للمتطوعين تحت إشراف الولايات المتحدة عندما هذا الحديث يأتي على لسان الجبوري لم يكن سيد الجبوري لديه جرأة بقدر القوات الأمريكية قوات الأمريكية بكل وضوح قالت بأنه قاعدة التقدم الموجودة في الحبانية في الحبانية هي القاعدة الأولى التي سوف يتم من خلالها تدريب وتسليح وتهيئة وتجهيز المقاتلين وزجهم إلى ساحات القتال تحت إشراف القوات الأمريكية المستشارين ومدربين وتحت إشراف أيضا القوات العراقية هذا ليس بالجديد يعني هذا ليس له علاقة بالنفير هذا له بالبنود التي تم الاتفاق مع القوات الأمريكية أو الحكومة الأمريكية بتدريب وتسليح وتجهيز أبناء السنة خاصة في المناطق الأنبار نفهم السورة يعني أنت تفصل هذا الموضوع عن موضوع النفير العام النفير العام هي دعوة للمتطوعين يعني هل هي دعوة بين قوسين لأهل السنة للعشائر للانضمام لهذه الصفوف من المتطوعين من جهة أخرى الولايات المتحدة تفتح باب التدريب لهؤلاء المتطوعين يعني كيف يمكن الفصل بين موضوع النفير والمتطوعين حتى نفهم السورة أكبر النفير بصورة عامة هو للعراق كله هل هي دعوة عامة ولكن دعوة عامة دعنا نتحدث بما تحت البساط هل هي دعوة عامة أم هي دعوة لأهل السنة فعليا والعشائر بالفعل هو عندما نأتي إذا تحت البساط سيد سليم الجبوري لم يأتي بهذا القرار إلا بعد أن رأى بأن هناك نفور كبير لدى أبناء السنة من التطوع والدفاع عن أراضيهم لذلك هو جاء بمصطلح النفير لكي يكون هناك فرضعين على الجميع أن يتم زجه في القوات المسلحة أو إن كان تحت شعار هيئة الحشد أو أبناء الصحوات أو أبناء العراق أو أي مسمى كان ولكن هو جاء بالفعل نقطة مهمة لأبناء السنة بأن تحركوا يجب أن يزج بأبناءكم داخل المؤسسة العسكرية وداخل الحجد الشعبي أو أي المسميات لأنه لم يكن هناك لا يعني جميعنا يعلم بأن الأبناء السنة الآن جميعهم أغلب أبناء السنة يرفضون الإنخراطة إلى القوات المسلحة يرفضون الإنخراطة إلى الحجد الشعبي يرفضون بكافة المسميات هل تؤيد سيد زياد فعليا في إطار هذه القراءات التي تتحدث عنها بأن تحدث عن قوات خاصة للجيش أو قوات الحجد الشعبي وقوات أخرى سيتم تشكيلها للسنة يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تتخذ خطوات بعيدا عن الحكومة العراقية ربما تتضح أكثر في الأيام القادمة هل أنت مع هذا التوجه؟ أنا منذ البدء ضد أي تسليح خارج إطار الدولة ضد تسليح خارج إطار القوات الأمنية القوات الأمنية هي متمثلة بوزارة الدفاع والداخلية أما باقي التشكيلات هذه فهي مجرد لإنهاء وضع حالي موجود الآن على الأرض إن كان حجد الشعبي إن كان الصحوات إن كان ابناء العراق إن كان حتى تحت مسمى الحرس الوطني هذه التشكيلات الآن حجد الشعبي والمتطوعين الموجودين الآن في قاعدة التقدم من أبناء السنة وفي الموصل هم نوات للحرس الوطني في المستقبل الذي يفترض أن يكون في المستقبل لذلك هم يبنون نوات لهذه القوة لحرس الوطني سيد سليم الجبوري يعلم علم اليقين ما موجود على الأرض أغلب ما موجود على الأرض هم أبناء الحجد الشعبي جميعنا يعلم بأن أبناء الحجد الشعبي هم من الطائفة الشيعية حتى ولو كان من هنا وهناك بعض السنة الموجودين ضمن الحجد الشعبي ولكن هو بالإطار العام هو حشد شيعي لذلك حتى القادة الحجد الشعبي جميعهم يقولون بأن الحرس الوطني يجب أن تكون نواته هو الحجد الشعبي إذن هذا تصريح واضح لدى القادة في الحجد الشعبي بأن الحرس الوطني سوف يكون أغلب منتسبيهم من أبناء الشيعة أيضا يبدو واضحا أن تحركات الجبوري تأتي ربما بعيدا عن التنسيق مع رئيس الحكومة حيدر لعبادي حتى بذهابه إلى الولايات المتحدة والعودة وإطلاق هذه التصريحات لعبادي كيف يرقب هذه التحركات وكيف يرقب أيضا هذه الخطوات الأمريكية وهو دائما كان يرفض بأن يكون هناك أي نوع من أنواع التسليح لأبناء العشائر بعيدا عن الحكومة العراقية يعني هو سيد لعبادي يعلم علم اليقين بأنه من ذهب إلى أمريكا إن كانوا في البادئ هم كانوا الشيخ العشائر وبعض المجلس المحلي خاصة الأنبار لذلك هو وقف بالضد مع مطالبات هؤلاء لأن هؤلاء تعتبر مطالباتهم سياسية وليست مطالبات وطنية عراقية لكن هو من زجه بسيد سليم الجبوري إلى أمريكا لكي يكون هناك يعني أن يفتح خطا على نيس المتحدة نعم بالإضافة إلى أن سليم الجبوري الآن هو لديه تخوف كبير خاصة بعد أن وجدت هناك تحركات لدى أبناء السنة قيادات السنة أين كانت قيادة هذه السنية خارج العراق بعد المؤتمر عمام بعد المؤتمر إسطنبول الأيام القادمة أيضا هناك مؤتمر آخر في إسطنبول وكان هناك مؤتمر آخر في باريس إذن هذه المؤتمرات هي لتوحيد القيادات السنية تحت إطار الأقليم السني أو تحت أي إطار هذه القيادات رغم اختلافها في وجهة النظر في كل شيء لكن بدأت بالاتفاق إلى أن تكون على خط واحد جميعها من أجل أن يكون هناك قوة سنية في هذه المناطق لذلك تخوفات السيدة الجبوري وأغلب نواب السنة خاصة من المحافظات السنية وحتى من بغداد لديهم تخوفات لا سوف يأتي يوم وتأتي بقيادات أخرى سنية على الأرض ويصبحونهم من خبركان ابقوا معنا سيد زياد بعد الفاصل سنفتح ليس الملف العراقي ولكن سنفتح العلاقات الروسية السعودية وهذا التقارب ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا في أمر أولي الأمر حق ضائع قضايا لا تكشف ومصائر في مهب الريح حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات رغم كل محاولات التهجير وتمسي معالم التاريخ ظل الأقصى شامخا وأهل القدس صامدون تبرع وشارك في حملة الخير للاقصى برعاية مؤسسة بيت المقدس حملة الخير للاقصى تأتيكم السبت في الأوقات التالية حينما يبدو تكميل الأفواه سياسة ثابتة وحينما توضع الحواجز أمام الآراء تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن آرائهم بحرية تامة الرأي الحر فضاء حد الزماء يأتيكم في الأوقات التالية تخيل ألمك وأنت تهرب من بلدك تخيل معاناتك وأنت تهجر بيتك تخيل حزنك وأنت تفارق عائلتك هم ليس لديهم اختيار ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا مشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء على الأحداث والآن نفتح ملف العلاقات السعودية الروسية اتفاقات وشركات جديدة تبعث برسائل دولية وأخرى إقليمية نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستيديو مجددا سيد زياد الشيخ أهلا بك مجددا سيد زياد في هذا الملف بداية ما التفسير الأبرز ربما الذي يمكن أن أتحدث عنه لدوافع الزيارة التي قم بها ولي ولي العهد السعودي إلى موسكو طبعا هذا معروف بأنه على الجميع بأنه الساحل خاصة في الشرق الأوسط هذا الموجود لعدنا الآن هناك خلاف شاسع وواسع أمام الجميع ما بين قطبين رئيسيين ألا هو إيران والسعودية وخاصة بعد التمدد الكبير لدى إيران إن كان في العراق في سوريا في لبنان وحتى في اليمن وحتى في الخليج لذلك هناك تأثيرات كبيرة أصبحت من إيران على المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أنه نجد بأن حتى المباحثات النووية ما بين إيران والدول الخمس وأمريكا وغيرها لم تصل إلى نتائج شافية إلى نتائج إيجابية ما زالت هناك مخاوف من المفاعل النووي الإيراني لذا نجد بأن السعودية يجب أن تكون بقدر وكفاءة التسليح والمواجهات أو التحديات الموجودة على الأرض وخاصة إيران لدى إيران مفاعل نووي لدى إيران قد يكون هناك قنبلة نووية بالمستقبل القريب إذن السعودية يجب أن تكون بالمستوى الذي تجابه هذه التحديات اليوم نجد بأنه تم الاتفاق على دراسة بناء مفاعلين نووية الفرنسية في السعودية تحت مسمى سلمي يعني مفاعل سلمي ولكن لا نعرف بالمستقبل القريب أو حتى البعيد لا نعلم أن يكون هذا سلمي أم يكون أيضا كالموجود في إيران إيران لديها عمق آخر ألا وهو روسيا يعني هناك لا ننسى بأن ترسانة روسية كبيرة جدا يعني التسليح الروسي يفوق التسليح الموجود في المنطقة وقد يوازي التسليح الموجود لدى أمريكا لذلك هي الدعم الرئيسي والأولي لإيران وللمنطقة يعني حتى في سوريا ومن يتبع إيران في المنطقة لديهم نفس الدعم الروسي لذلك توجهت المملكة العربية السعودية إلى فرنسا من أجل حتى فرنسا وحتى روسيا من أجل أن تكون هناك ديمومة لدى السعودية بالسلاح والعدة التي تساعدهم على مواجهة التحديات الموجودة على الأرض نعم اسمحي أن أشرك معي الدكتور ميثم الجنابي رئيس مركز الدراسات العربية في الجامعة الروسية من موسكو أهلا بك دكتور ميثم يعني كيف يفسر ربما هذا السعي نحو التقارب السعودي مع روسيا العلاقة السعودية للروسية يعني لها كما قال تاريخ العيق والتي بدأت عمليا منذ عشرينيات القرن التاسع عشر لكن كما نعرفنا قد مرة كما قال بمراحل السعود وأبوط وفي الإطار العام توقفت هذه العلاقة لعقود طويلة من الزمن وبدأت استعيد نسبيا كما قال عافية بين قوسين في فمحة الأخيرة بالارتباط مع طبيعة الصراع الذي في المنطقة ومع طبيعة التحولات التي أخذت تجري على السياسة السعودية في المنطقة الجزيرة وخارجها وفي اعتقالي كما أردنا أن نختصر المضمون الكامن وراء السياسة السعودية أو المحاولة تخراجها من روسيا الحالية في اعتقالي هي شكل من أشكال المحاولة للخروج من المأزق الذي مرت أو ثمر في السياسة السعودية في الفكر الأخيرة سواء كان فيما يتعلق بالقضية السورية أو بالقضية اليمينية أعود لك سيد زياد هل هناك قلق بالنسبة للسعودية ويبدو واضحا بالطبع من التقارب أو التفاهم الإيراني الأمريكي الذي قد يتوج بتوقيع اتفاق نووي وهذا ما دفع السعودية للتوجه إلى روسيا وكأنها تقول الولايات المتحدة بأن لدي البديل بالتأكيد طبعا الجميع يعلم بأن إيران بدأت فتح الحوار الجدي مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك نقاط إيجابية كثيرة خلال الفترة الماضية خلال الفترة الماضية الأخيرة لذلك يجب أن تكون هناك تخوف لدى المملكة العربية السعودية إيران أصبحت أقوى بعد أن فتحت هذه المجالات الحوارية مع أمريكا ولديها أيضا مع روسيا إذن هؤلاء قطبين القويين الموجودة على الأرض إيران قد أصبحت عامل مشترك معهم إذن يجب على المملكة العربية السعودية أن تكون لديها القدرة على أن تكون منفتحة ليس فقط على أمريكا هي أوتوماتيكيا منفتحة مع الولايات المتحدة ولديها الحوارات والتشاورات البينية ولكن يجب أن تكون مع روسيا حتى تكون هناك مثل ما قلت في البداية بأن هناك توافق هناك تكافؤ ما بين إيران والسعودية لذلك أنا أجد نعم لديها تخوف المملكة العربية السعودية دكتور ميثم فعليا مثل هذا التقارب إلى أي مدى يمكن أن ينجح إن كنا سواء نتحدث عن ما تم توقيعه من اتفاقات نووية أو حتى عسكرية في ظل الخلافات السياسية أو إذا صح التعبير الصراع السياسي بين روسيا والسعودية على ملفات المنطقة مما لا شك فيه أن الخلافات بين المنطقة العربية السعودية وروسيا على انفداد تاريخ طويل تميزت بنوع من التناقض الحاق وشديد في مختلف القضايا والميادين وحفظ ما قبل قليل إلى أن توجه المنطقة العربية السعودية تجاه روسيا وشكل أشكال محاولة الخروج من المأذقة التي تمر فيه السياسة السعودية الحاديث وهذا مرتبط فيه اعتقادي بشيئين أولا أنها تنظر إلى السياسة الخارجية باعتبارها شكل من أشكال حل مشاكل الداخلية وليست رؤية بديلة مستقبلية تتعلق بعادة تركيب وضاع المنطقة بطريقة التي تحفظ كما قلوا الاستخدار السياسة السعودية تعاني من العقدة الإيرانية وهي عقدة في حالات كثيرة ومرتبط أساسا بطبيعة النظام السعودي أكثر ما مرتبط بطبيعة المطالح العامة للمنطقة ككل وضمن هذا السياسة في اعتقادي أن محاولة الشراء بين صوتين روسيا هي عملية ليست ناجح أطلاقا لأن الموقف الروسي مرتبط للمنطقة برؤية استراتيجية خاصة تعلق برؤيته اتجاه والصراع في المنطقة من ناحية الأقليمية ومن ناحية العالمية أيضا ولذلك لا أعتقد أن هذه السياسة سوف تكون سياسة ناجحة وبعيدة المدالي بسيط لأنها مرتبط في اعتقالي بمخالح آنية المملكة العراجية السعودية قد تترادل عنها وتتخلى عنها بسهولة حال ما تحل كما قال مشاكلها الداخلية وفي المنطقة بشكل خاص يعني هل تتفق مع ذلك دكتور ميثم أن هذا تقارب ربما قد يكون آني وليس استراتيجي يعني العلاقة بين روسيا والسعودية هي علاقة شائكة إن كنا نتحدث عن هذا التعاون العسكري أو النووي ولكن هناك سرع سياسي على ملفات المنطقة تخوضه الدولتان نعم أنا أشعر إلى أنه هذه الكياسة وهذه التغيرة والتبدل الصغير هو مجرد سياسة تكتيكية وليس رؤية استراتيجية المملكة العربية السعودية ليست لها رؤية استراتيجية بما يتعلق بنوعية وكيفية التعاون مع روسيا ومع الدول المنطقة كلها وهي دخلت عمليا في مأزق واجلي فيما يتعلق بالمنطقة كلها السعودية الآن لها صراعات مع كافة أطراف المنطقة يعني مع اليمن والسعودية مع العراق مع سوريا وهذا طبعا فيناس المطاف يعني المحاولة البحث عن حريف ما إضافي آخر وفي الحالة المعنية روسيا في اعتقادي لا يجد نفع لسبب بصيث لأن روسيا لها علاقاتها الخطة في إيران وفي سوريا وهذه علاقات ليست مبنية على اعتبارات اقتصادية عابرة بخدمة المستوطة أساسا برؤية جيوة سياسية وجيوة أسكارية وجيوة اقتصادية كبيرة نعم هل تتفق مع ذلك سيد زياد بأن هذا التقارب كما ذكرنا لن يكون استراتيجي على المدى البعيد قد أتفق مع سيد الضيف دكتور هيتم بأنه نعم ليس تقارب مجرد استراتيجي قريب ولكن لا أتفق معه بأنه هذا التقارب هو من باب الضعف للمملكة العربية السعودية بالعكس الآن مملكة العربية السعودية وقال إنها في مأزق الآن السعودية بالعكس الآن المملكة العربية السعودية وخاصة بعض الأحداث الموجودة على الأرض في سوريا يعني بشار الأسد بين قاب قوسين أو أدنى من السقوط لذلك هي الآن في موقف قوة المملكة العربية السعودية نعم هناك مأزق قد يكون في اليمن لدى السعودية ولكن من بابه لأن اليمن ليس لها علاقة بروسيا بقدر علاقة روسيا بالوضع الموجود في سوريا لذلك الآن عندما تقدمت السعودية بالانفتاح مع روسيا هي من باب القوة لأنه تعلم علم يقين بأن هناك سوف يكون عامل رئيسي في المنطقة لدى روسيا قاب قوسين أو أدنى من السقوط وهو نظام بشار الأسد نعم شكرا جزيلا لك سيد زيادة الشيخ الكاتب والبحث في أشؤون الاستراتيجية والعسكرية وأشكر أيضا ضيفي عبر الهاتف الدكتور ميتم الجنابي رئيس مركز الدراسات العربية في الجامعة الروسية من موسكو الآن نذهب إلى لبنان ونفتح ملف تسريبات سجن رومية لتعذيب معتقلين سنة والتي أثارت إدانات وجدلا بشأنها ونعود لمتابعة هذا الموضوع بعد الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة